هل التسبيح يرد القدر؟ حقيقة أحبتي في الله قرأت شيئا لفت نظري وأحببت أن ألفت أنظاركم إليه تتبعت التسبيح في القرآن العظيم فوجدت عجبة وجدت أن التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون وكان يقول في تسبيحه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والتسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات قال تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ولما خرج زكري عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ودعى موسى عليه السلام ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ووجدت التسبيح ذكر أهل الجنة قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام والتسبيح هو ذكر الملائكة قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ لدرجة أن الله غير به القدر كما حدث لموسى عليه السلام اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هاتين الظاهرتين التسبيح والرضى النفسي لم تكونا مرتبطتين في ذهني بصورة واضحة لكن مرت بي آية من كتاب الله كأنها كشفت لي سر هذا المعنى وكيف يكون التسبيح في سائر اليوم سببا من أسباب الرضى النفسي يقول الحق تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم قبل الشروق قبل الغروب آناء الليل أول النهار آخر النهار ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح والرضى في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن العظيم أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح ويسبح الرعد بحمده وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير تسبح له السماوات والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم سبحانك يا رب ندرك الآن كم فاتنا كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح جعلني الله وإياكم أحبة من المسبحين لله كثيرا مرروها لأحبابكم وضعفوا أجوركم وإن شاء الله يكون هذا في صحائفكم والدال على خير كفاعله والله يحفظكم وأهليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته